على طاولة واحدة اجتمع الرئيسان التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الاوكراني بولودومير زيلينسكي في قصر بوتوتشكي بمدينة ليفيف غربي اوكرانيا لبحث تطورات الحرب المستمرة منذ نحو ستة اشهر وسبل وقفها الى جانب مناقشة احتلال محطة زاباروجيا النووية من قبل روسيا والمخاطر الامنية الكبرى المترتبة على هذا التطور وذلك بحضور الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتريش جهود انقرة ومن خلفها الامم المتحدة لم تقتصر على توقيع اتفاقية اسطنبول لشحن الحبوب والغذاء من الموانئ الاوكرانية فحسب بل انها ترغب بالمضي قدما بمبادراتها الايجابية لابعد من هذا الحد وصولا الى عملية سلام بعيدة الامد في اوروبا والمنطقة وهو ما حدث بالفعل حيث وقع الطرفان اول اتفاقية برعاية اممية بعنوان اعادة اعمار اوكرانيا وينتظر ان تسفر القمة الثلاثية عن سبل تعزيز الية تصدير الحبوب الاوكرانية الى الاسواق العالمية كما ان تركيا ممثلة باردوغان تبحث امكانية عقد محادثات مباشرة بين الرئيسين الاوكراني والروسي من اجل ايجاد حل دبلوماسي لانهاء الحرب افقا لوسائل اعلام تركية خلال الاسابيع القليلة الماضية بلغ تبادل اطلاق القدائف المدفعية والصواريخ بين طرفي الحرب الى مستوى غير مسبوق والى جانب اعداد النازحين الاوكرانيين الهائلة فان عجلة الحرب لا تزال توقع دمارا بالغا بالمدن الاوكرانية اضافة الى مخاطر الاشعاع النووي المحتمل انبعاثه من محطة زاباروجيا في الجنوب الاوكراني لكن الاخطر من ذلك كله هو ان الازمة الاوكرانية تطورت دون اقرار صريح من الدول الكبرى الى ازمة عالمية طالت معظم دول العالم سواء تلك التي اختارت ان تكون طرفا في الحرب او الدول التي نأت بنفسها عن هذا الصراع